هذا وشهد قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين تقدماً كبيراً من حيث المحتوى والبرامج الأكاديمية وأنماط التعليم ما يدعم حقيقة المكتسبات في أي مجال هو مكنون الأرقام والمخرجات التي تؤكد جدوى الخطط المتبعة خطوات واضحة وممنهجة خطتها مملكة البحرين وتقدم كبير شهده التعليم العالي من حيث المحتوى والمضمون والبرامج الأكاديمية وأنماط التعليم عبر مؤسساتها التعليمية الوطنية ومن خلال التعاون القائم مع الجامعات الدولية لتكون مملكة البحرين من الدول المتقدمة في مجال التعليم العالي هذه المساعي المتواصلة والجادة التي يقوم بها مجلس التعليم العالي أسهمت بشكل مباشر في التنمية البشرية من خلال دورها الحيوي والمهم في جعل الكوادر والكفاءات الوطنية تواكب أحدث أساليب وتقنيات التعليم الحديثة التي تدعم الإبداع والابتكار وتعزز دور البحث العلمي بما يحقق الأهداف المنشودة فمنذ نشأة التعليم الجامعي في مملكة البحرين والشروع في تنفيذ استراتيجياته سعت المملكة إلى توفير تعليم عالي بجودة عالية يمكن خريجيه من المنافسة محليا وأقليميا ودوليا وإعداد جيل متمكن يمتلك مقومات الحداثة والتطوير ليلبي متطلبات سوق العمل إلى ذلك هيأت مملكة البحرين المناخ التعليمي المناسب داخل مؤسسات التعليم العالي ولم تتوانى في جعل النظام التعليمي محط الأنظار أمام الجميع كون البرامج الموضوعة توازي أنجع النظم في العالم بجميع درجاتها بالإضافة إلى التعاون المثمر مع مؤسسات التعليم العالي في الدول الشقيقة والصديقة مملكة البحرين قطعت أشواطا كبيرة في مجال التطوير والتحديث بوجه عام وعلى وجه الخصوص التعليم العالي من خلال استحداث تخصصات علمية جديدة تواكب أفضل النظم والمعايير الدولية وأحدث الاتجاهات لتؤكد مملكة البحرين بذلك على التزامها ببناء الإنسان وتسليحه بالعلم ليكون مساهما فاعلا في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم ومساندة سم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء